انا بس لو في مدايقة مني لدي الناس دي مجرد الضلال وتشتتهم للناس وتشتتهم للمسج والرسالة المهمة وصاد الجريمة الكبيرة اللي بيرتكبها الناس وان بدل ما يحولوا الكرآن لمواعز وحكم وبتاع حولوا لحاجات تانية منرفزاني الموضوع ده منرفزني فعلا الموضوع ده الاية اللي بعد كده برضه ان الذين امانوا ثم كفر وثم امان وثم كفر وثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليخفر لهم ولا ليهديهم سبيلا طبعا مستحيل الاية دي تتقال ان الذين اسلموا لانه مستحيل واحد اسلم واجهه لله حيكفر بعد كده لانه وصل لأعلى درجات الايمان خلاص عشان كده تلقى واحد مؤمن ممكن هو يكفر ويرجع يؤمن تاني ويرجع يكفر تاني ومش كده بس ويزداد كفر بعد كده اية برضه دي تؤكد مية في المية ان الاسلام هو اعلى درجات الايمان الاية اللي بعد كده بتقوله يا ايها الذين امانوا اتقوا الله وابتغوا اله الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحوا زي الايتين اللي ارناها برضو نفس المسجي يا ايها الذين امانوا اتقوا الله وابتغوا اله الوسيلة وجاهدوا في سبيله لان طبعا الاية دي ما تنفعش لو ان هو يقول يا ايها الذين اسلموا لان لو واحد مسلم وجهه لله ده هيبقى قريدي بيتقي الله وهيبقى الريدي بيبتغي اله الوسيلة وهيبقى الريدي بيجاهد في سبيله لان واحد مسلم وجهه لله هيبقى عارف ان بالطريقة دي هو حيفلح عشان كده لعلكم تفلحون ونفس الايات كلها اللي فاتت برضو معظمها قالت في الاخر لعلكم تفلحون الاية بعد كده بتقول ربنا بيقول لي سيدنا محمد كل اغير الله اتخذ ولي ينفطر السموات والارض وهو يطعم ولا يطعم كل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين طبعا هنا في اسلوب التفات ممكن ان ربنا بيقول ولا تكونن من المشركين ادي هو دي الامر ان ربنا لازم نسمع كلامه فيه عشان نسلم ليه ان احنا ما نشركش في ايمالنا عشان ما نكونش من المشركين طبعا الاية دي واضحة جدا بتثبت ان ان سيدنا محمد كان اول من اسلم في الوقت بتاعه في الناس اللي حواليه كان كلهم كفار او لو كان حتى فيهم مؤمنين بس ما كانوش وصلوا لدرجة الاسلام سيدنا محمد كان اول واحد فيهم يسلم لله لانه كان جاي تاني عشان يحيي فيهم نفس الرسالة اللي ربنا عمالي يبعتها لكل الناس اللي هي الاسلام لله الرسالة في كل الرسل كله كله من عيسى وموسى وكلهم هي نفس الرسالة ان هما يسلموا لله لكن المشكلة ان الشيطان بيتغلب بعد كده وبيطول الامد على الناس دي بعد ما الرسل بيتوفاهم الله وبيبدأوا ينسوا الرسالة وبيبدأوا تاني يشركوا في ايمانهم او يكفروا تماما يوصلوا لدرجة ان كلهم بقوا ضلين من رحمة ربنا يبعت رسول تاني وفي الوقت ده هيكون الرسول ده اول من اسلم اهو ادي الاية بتقول لنا على سيدنا محمد انه هو اول من اسلم اية تانية بتقولها هي لا شريكة له وابو ذلك امرت وانا اول المسلمين نفس الاية برضو بتتكلم عن سيدنا محمد وبتقول نفس الكلام انه هو اول المسلمين في وقته لكن احنا عارفين ان كان في مسلمين كتير من قبله قبل كده ربنا ايلينا عليهم زي عيسى وزي موسى وزي الحواريين وزي الصحرة مثلا ادي هم الصحرة اللي كنت لسه بقول عليهم سبحان الله وما تنكم مننا الا ان امننا بايات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرنا هو ربنا امنه ما تنكم منا الا ان امننا امنه بايات ربهم ما كانوش لوصلوا لدرجة الايمان لو هم كانوا مسلمين من قبل كده يرجعوا يطلوبوا يقولوا رب افرغ علينا صبرنا وتوفنا مسلمين طبما هم بقى بالرأي الشحرور الجاهل الرأي الجاهل يعني ان هو كانوا مسلمين قريدي فيقولوا توفنا مسلمين الله طبما انتوا قريدي المسلمين امنوا تقولوا بقى امننا بايات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرنا وتوفنا مؤمنين لهو الايمان اعلى حاجة انها مواضح جدا ان هم عارفين عارفوا خلاص وصلوا من المعرفة القوية جدا من قوة المعجزة اللي شافوها قدامهم ان عارفوا ان فيه ربنا وان المفروض ان احنا نؤمن به وبعد كده نسلم ليه في طول حياتنا عشان كده هم عارفوا تقريبا ان مفيش في حياتهم حاجة الا بسيطة وممكن فرعون يعزبهم جامد فيها وان هم رغم العذاب ده لو انت وسلت الدرجة الاسلام المفروض هتستحمله طبعا ومش هتقول بقى ايه رب اللي بتعملني فيه ده ولسه بتاني ليهم وتقطنكم بقى على قضاء الله عليك اللي حصلت لأ طبعا فعشان كده طلبوا الصبر طلبوا ان هم هيصبروا عارفين ان حاجة وحشة جاية لهم وعارفين ان هم عشان يتعدوا الحاجة دي بنجاح ان هم لازم يبقوا مسلمين بقى لربنا حتى لو وصلت الدرجة ان هم يموت والآية دي بتؤكد طبعا ان الاسلام اعلى من الايمان بقوة كبيرة جدا الادلة خطيرة الآيات الاعراب اللي انا جايبها لكم منها يعني زي آية زي دي ان بتقوليكم ان معظم الاعراب كانوا ناس وحشة يعني اهو مثلا الاعراب اشدوا كفرا وانفاقا ليه انا بقى جبت الاعراب في السيرش تاج ده عشان عبدة الاحاديث من الحجة بتاعتهم اللي عايزين يثبتوا بيها ان الايمان اعلى من الاسلام بيجيبو لك الاية بتاعت وقالت الاعراب وامننا كل لم تؤمنوا ولكن كلوا اسلامنا اهو يعني بالنسبة لهم هي الاية بتثبت ان الايمان اعلى من الاسلام طبعا كلامهم ده غلط خالص وانا هزبتها لكم وحزبت لكم ان الاية دي حتى بتثبت ان الاسلام هو اعلى درجات الايمان لكن اللي انا عايز اتضح لكم من ايات الاعراب اللي قدامكم دلوقتي دي انه هما صفاتهم زبالة زي مثلا اية دي بتقول ايه الاعراب اشد كفرا ونفاقا واكدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على الرسول والله عليم حكيم اية تانية بتقول ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوق والله سميعا عليم يعني ربنا عمال يعني بيزم فيهم واية تانية ومن من حولكم من الاعراب منعفقون ومن اهل المدينة ما ردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون العذاب العظيم اية طبعا عمالة تزم فيهم يعني خدتوا بالكم كام اية اربع ايات او تلات ايات بصنا فيهم ربنا بيزم العراب جامد خلوا دي بس المفروض انا طبعا اعمل فيتشر جديدة في اكساس كرآن ان انا في السرش تاج اقدر ازبط الايات بالترتيب معين وعلى اساس ان انا لو عايز اكلمكو فيها يعني او اي حد عايز يكلم اي حد فيها فيرتبها بترتيب معين طبعا هنا الترتيب بس تصعودي او تنازلي حسب رقم الصورة ورقم الاية بس الفيتشر دي صعبة شوية ومعقدة ما زلت عمال افكر فيها لما ازودها ان شاء الله حقدر اكون انا بقى حاطة ايات الاعراب مع الاية التانية اللي هي وقالة الاعراب وامنها تحت بعده واقدر ان انا عملية بقى مور اورجانايز بس الحد الوقت ده افتكروا بس ايات الاعراب التلاتة اللي احنا ناقشناهم دول في سورة الكتوبة واللي هي بتزم فيهم ان هما منافقون وان هما بيتربصوا الدوائر بالمسلمين وان هما اشدوا كفرا ونفاقا واقدر ان لا يعلموا حدود الله وان هما بيتخذوا ما ينفقوا مغراما يعني وحاجات كتيرة جدا يعني ومردوا على النفاق فالآية اللي بعد كده هترجع تاني لموضوع الاسلام والايمان وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين الآية دي بتثبت اهيه ان هما امنوا هوا بلهم لو كنتوا امنتوا اتوكلوا بقى على الله عشان تبقوا مسلمين اهو بالزبط كده لان التوكل على الله من ركن من اركان الاسلام لان انت التوكل على الله ده كل يوم ده مش وكل ساعة تقريبا انت ممكن تتوكل على الله وانت بتنام كمان يعني ده مشغل معاك على طول موضوع التوكل على الله ده انما الايمان مفوش اي توكل على الله خالص انت امنت بالله وخلاص هو امنه موسى وامنه بيقولهم يا قوم لو كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين عشان تقدروا توصلوا درجة الاسلام. فتوكلوا بقى عليه. طبعا الاية دي كوية جدا. وبتثبت برضو غباء تفسير شحروره واضلاله للناس. ان هو بيقولك ان الايمان ان انت تؤمن بالرسالة المحمدية. عشان كده ان الاسلام تؤمن بس بالله. وباليوم الاخر. وتؤمن بالعمل الصالح. وبعد كده الايمان تزود عليهم بقى بعد كده انك تؤمن بالرسالة المحمدية انت كده بقيت مؤمن وعلاك. اساس كده رح حطي لك الايمان ان هو اعلى حاجة. طبعا كلام تهريك خالص يعني كفاء موضوع انك تؤمن بالعمل الصالح ده ده قمة في التهريك. وكفاء ان هو ما اذكرش خالص للملائكة ان احنا نؤمن بيهم. ولا الكتب. ولا كل الرسال التانية. ودي هو مسلا. الناس زي مسلا اللي كان موسى ما بقعت لهم دول. طبا دول امنوا بيه دول حققوا. نفس اللي مفروض الناس اللي اتبعت لهم محمد يحققوه حسب تفكير الشحرور. انه هم امنوا بمحمد. الله دول الناس هم امنوا بموسى برضو. فدول المفروض يطلق عليهم بقى لقب المؤمنين كمان حتى بنظرية الشحرور اللي هي وكلها لغبطة ما تفهمش هو بيقولي اصلا. انك الاسلام التلات حاجات انك تؤمن بالتلات حاجات دول. ولما تزود عليهم الحاجة الرابعة بقيت مؤمن. اللي هي انك تؤمن بالرسالة المحمدية. كلام تهريك طبعا. الاية دي طبعا برضو بتؤكد نفس الكلام ده لما فرعون جيموت وادركه الغرق. وطبعا شاف قدامه قبل كده معجزة التعبين وما صدقهاش وبعد كده شاف معجزة البحر وبعد كده البحر بدأ ينهار عليه. وبدأ يغرق عارف انه هو خلاص حيموت وبدأ ممكن يشوف الملائكة في الوقت ده. ملائكة الموت. او شاف بقى الموت بقى هنا عارفين ممكن ان واحد يشوف ايه. اه فهو راح قال ايه? حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انها او امن الاول. امنت انه لا اله الا الذي امانت به. بانوا اسرائيل وايه? واسلم بعدك يا ده. وانا من المسلمين. لو هو كان مسلم اصلا. ليه قولها? يعني سبحان الله يا ربي. لو هو كان مسلم اصلا زي ما الشحرور بيهبل وبيقول. ليه قولها اصلا وانا من المسلمين? ما هو لو كان واطلوب منه الايمان اعلى حاجة وخلاص ما قال امنت هو بالاله وانتهيت عليك كده. تمام? انما هل هو قال امن باليوم والاخر ما قالش? يبا ده ما حققش اللي هو الاسلام اللي بيقول عليه. خالص. قال امنت بالعمل الصالح? ولا قال امنت بالعمل الصالح? لهم التلت حاجات اللي هم بيقول لك لازم عشان تقمن ديهم عشان تحقق الاسلام. الشحرور بيقول لك كده. انك تؤمن بالله واليوم الاخر والعمل الصالح. كلام تهريك طبعا. كلام كله تناقضات وخرام وحاجة تقرف. يعني انا مش عايز اقول لكم التسعة وخمسين صفحة اللي قاريتهم من كتاب الراجل ده. من اسوأ التجارب اللي مريت بيها في حياتي. وكل مرة اتفرج عليه في فيلم فيديو. تبقى من اسوأ التجارب دايما اللي في حياتي. والله العظيم اللي في حياتي. طبعا هو عارف على طول انه هو عايز يوصل لاقصة درجة فرعون عشان كده قال وانا من المسلمين. لان عارف ان المسلمين هم دول اللي هيبقى حسابهم يسير. ما زالوا هيتحاسبوا. ولكن حسابهم هيبقى يسير. عمنا الشحرور يقول لك المجرمون ان هم الكفار مثلا اللي ارتكبوا. اللي كذبوا بالرسالة وكذبوا بالاله وكذبوا باليوم الاخر. بيقول لك الناس دي هتدخل جهنم حتف بتذكرة كده على طول من غير حساب. ما لهو مش حساب. قطعت الصلة بينهم وبين ربنا لدرجة ان ربنا مش هيحاسبهم كمان. شوفوا الراجل بيتقاول على الله ازاي يا جماعة? الراجل اللحس بطريقة فضيعة المنظر. بقى ربنا مش هيحاسبهم. لأ طبعا هيحاسبهم. وهيقفوا يشوفوا كل الاعمال السيئة اللي عملوها حتى كفرهم وشاركوهم وكل حاجة عملوها. وبعد كده يدخلوا جهنم بقى ممكن ربنا يخفض لهم. الله اعلم دي حاجة في علم ربنا. لكننا عارفين انه قلنا عملو ما هيغفر. الشرك بس. الاية هي بتقول برضو نفس الكلام. ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكران وظلالهم بالغضو والاصل. دي مش معناها ان كل الناس بتسجد لربنا. طبعا مش معناها كده. اه ممكن كل المخلوقات التانية بتسجد لربنا طوعا بمزاجها. وممكن مخلوقات تانية بتسجد لربنا كرها غصبة عنها. الا البني ادم. البني ادم هيبقى موجود منه بيسجده طوعا. وهيبقى موجود منه لا يسجده طوعا. في اياه تانية هتؤكد نفس الكلام ده هاجيبها لكم دلوقتي. سبحان الله. الاية اللي بعديها ايه يا ربي سبحان الله. الاية اللي بعديها بتقول ايه? لا خلى بالكم بصيرش تاقدق يعني بلراندم يعني دي الاية اللي احنا لا السوري مش اللي بعديها ايه اللي بعد اللي بعديها. الاية بتقول ايه? ربما يودى الذين كفروا لو كانوا مسلمين. طبعا لو هم بيقولوا الايمان اعلى حاجة ازاي ربما يودى الذين كفروا لو كانوا مسلمين احنا عارفين ان المؤمنين هم العكس الكفر وبساعتها هم عايزين الايمان وقتها وهو عكس الكفر فالايات قوله المفروض حسب منطقة شحرورو واتباعو وعبادته ربما يودى الذين كفروا لو كانوا مؤمنين لكن طبعا وقتها الذين كفروا بقى لما يعرفوا الحقيقة يعرفوا ان العملية ما كانتش ايمان بس ان العملية كانت ايمان واسلام ان الذين امانوا وعملوا الصالحات عملوا الصالحات دي موجودة معك كل يوم كل يوم كل يوم في حياتك لحد ما تموت عشان اللي هو هو ده الاسلام ان الذين امانوا وعملوا الصالحات معناها ان الذين امانوا واسلموا على طول كده لان ربنا هو اللي بيقول لك اعمل الصالحات وانت هتسمع الكلام ده بدون اي نقاش وبطعم يبقى انت كده وسيلت لدرجة الاسلام عشان كده كفار حيشوفوه ان المسلمين وقتها هم اللي حيتحسبوا حساب يسير عشان كده هو ده اللي حيودوه وحيقول لك ربما يودى الذين كفروا لو كانوا مسلمين اه لو ياريت لو كنا مسلمين وقتها طبعا الآية هي اللي بقول لكم بنتكلم فيها اللي بتثبت ان الناس ربنا مش هخليهم يسلموا كرها الآية هي بتقول اعلم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض الآية دي طبعا لا تنطبق على الناس كمان انما كل الحاجات التانية والشمس ربنا بدأ هو يفصلهم والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب ما جاش كل الناس ما قالش والناس قال وكثير من الناس وكثير حقه عليه العذاب ده يزبط لكم حتى اللي حيسجدوا لله من كثير من الناس المفروض تبقى بقى قليل حقه عليه العذاب عكسهم اللي هما لم يسجد لا اوراك ان حتى من اللي بيسجده حيحق عليه العذاب لان حتى وانت مؤمن بتسجد لله انت ممكن بترتكب زنوب خطيرة وانت لا تعلم لان انت لم تصل الى درجة الاسلام حتى هذه اللحظة وحتى موتك مثلا عمرك محققت درجة الاسلام لان انت لو كنت حققت درجة الاسلام كنت حطيع ربنا في كل حاجة وكان حسابك هيبقى يسير وكان وقتها لن يحق عليك العذاب ووقتها مش هتتهان شوفوا بيتي الاية ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل اي شيء هنا يؤكد لنا ان الاسلام اعلى عشان كده ربنا بيقولنا فالهو اسلمه وان احنا عشان نسلم لله ده كل يوم مش نسلم لله مرة وانت هنا على كده لا ده انت كل يوم وكل ساعة هتسلم لله لحد ما تموت حتى في موتك هتسلم لله وقتها وانت وقتها في ناس بتبقى حتى مش مسلمة بالموت عايزة تقعد تاخد حقا ومش عارف ايه والعلم اصلا عايز يهزم الموت عايز يهزم الموت ربنا قال وعينما تكونوا يدرككم عن الموت ولو كنتم في بروج مشايدة معنى الكلام ده ان الموت حاجة احنا لازم نستسلم بها واسبنا عننا قهرا كلنا ده جزء من الجزء القهري اللي علينا اللي عمره ما فيه اي حد يقدر يخرج منه ابدا عشان كده ربنا هنا في الاية دي بيتصحنا ان احنا نوصل لاعلى درجة اللي هي حتحقق لنا الحساب اليسير مش ان انا روح له مؤمن ومعندي كل زنوب ومعاصي وممكن ان الزنوب دي والمعاصي اكبر واحدة فيهم الشرك وتبقى ليلتتين وقتها انما لو انا ريح له مسلم حيبقى وقتها حسابي يسير وقتها ممكن يعني كل الزنوب اللي انا ارتكبتها بقى التانية الاقل اللي هي قليلة للامم دي ممكن ربنا يخفرها لي بكل سهولة وطبع ان هو ده كل واحد حيتمنى وقتها ان هو يبقى في الوضع ده لو الكافرون وفرعون هيتمنى ان هو هيبقى في الوقت ده ان هو حسابه يبقى يسير عشان عارف ان المسلمين هم دول اللي حسابهم هيبقى يسير هو ده الهدف لمن ربنا خلقنا من احنا نؤمن بيه وبعد كده نسلم له في كل حاجة بعد كده يعملها الآية دي بتقولي بعد كده قيلة لها ادخلي دي اللي هي ملكة سبا قيلة لها ادخلي الصرح فلما رأته حسابته لجة وكشفت عن سقائها حسابته لجة متالية عما حسابته ازازة عشان كان شفاف قوي الارضية يعني فكشفت عن سقائها قال انه صرح ممرد من قوارير قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لرب العالمين لا زيناء ما قالتش اسلمت بقى لسليمان لا اسلمت مع سليمان يعني سليمان كان قريدي مسلم لله وقالت اسلمت مع سليمان لله رب العالمين يعني اهي امنت قالت رب هي مؤمنة هي بتكلمه قرية دي واني ظلمت نفسي واسلمت خلاص وصلت عرفت ان هي دي الدرجة لان دي هتتعامل مع الرسول على طول والرسول ده كان مسلم لله فعرفت ان هي لازم تعمل الدرجة دي او ده الهدف ان هي توصل لاعلى درجة اللي هو الاسلام طبعا الاية هي مثلا بتقول هنا برضو بتأكد ان الاسلام اعلى من الايمان بتقول لو ما انت بهادي العامية عند لالته ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون اهو يؤمن باياتنا وبعد كده يسلموا اهي الاية واضحة جدا لو ازاي بقى الاسلام الاول يعني ازاي يقول لو الاسلام الاول يؤمن من يؤمن باياتنا فهم مسلمون بعد كده ازاي فهم مسلمون دي تبعا يعني حاجة مترتبة على من يؤمن باياتنا فهم مسلمون يبقى الإيمان بيجي الأول وبعد كده بيجي الإسلام يعني مستحيل ما ينفعش لو كانت بالمنطق بتاعهم المنطق الشحرور وعبداته كانت المفروض هتبقى تقول إنما تسمع من يسلم لآياتنا فهم مؤمنون يعني المنطقية المفروض تتقال كده طبعا هي متقالة بالطريقة اللي تثبت إن الإسلام أعلى من الإيمان نفس الآية اللي بعدها بتثبت نفس الكلام من تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الآية هي بعدها تكره لما إبراهيم وابن المؤمنين بربنا طلبوا منه إن هم يجعلهم مسلمين له وبعد كده ربنا قال لإبراهيم أسلم قال أسلمت لرب العالمين الآية هي بتثبت إن هو فعلا أسلم فحاجة صعبة جدا عمر أسلمت ربنا يعني بتعمل كل حاجة يقولها لك ربنا قال لإبراهيم أو زي ما إبراهيم فهم في الحلم بتاعه في الاختبار العظيم اللي ربنا حتى قال له إن هو يتبح ابنه وراح إبراهيم حتى كانت صعبة عليه وراح سأل ابنه ابنه قال له افعل ما تؤمر به يعني اللي ربنا بيؤمرك به فلما أسلم فلما أسلم وتله للجبيل يعني كان خلاص هيتبحه يبقى ده وريكم إن الإسلام بيجي بعد الإيمان هم اللي اتنين فعلا عملوها لأن هو طلبه من ربنا كده وربنا أمرهم بكده بعد كده أسلم وراح قال أسلمت وفعلا هو لما نزل الأمر كان عايز يتبح ابنه وابنه عشان أسلم برضو معاه إجعلنا وإجعلنا مسلمين كان معاه ابنه وافق على طول بدون أي معارضة وهو ده الإسلام طبعا إزاي كانوا بقى مسلمين قبل كده وفلما أسلمه واضحة جدا ودي آية تانية زي ما شرحتها لكم قبل كده إن بتتكلم عن إن كان هو أول مسلم في الوقت ده لكن من قبل كده كان فيه مسلمين تانيين إنه وصل لدرجة الكفر والشيطان تمكن من الناس على الكرة الأرضية إنه كان في الوقت ده محمد هو كان أول المسلمين هذه آية هي بتقول قول يا عبادي ربنا بيقول محمد قول وبعد كده ده عندنا يا عبادي ده ربنا بقى اللي بيتكلم ديريكلي هنا ربنا هو اللي بيتكلم هنا فيه اسلوب التفات هنا يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم ربنا هو بيكلم عبادة اللي هم بيؤمنوا بيأصرفوا على أنفسهم ده المؤمنين لا تقنتوا من رحمة الله إن الله هيخفر الزنوبة جميعا إنه هو الغفور والرحيم الآية اللي بعد كده يبص بتقول إيه بتكمل اللي احنا بنقول عليها وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ واسلموا له اهو من قبل ان يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون يبقى واضح جدا ان ربنا بقولوا واسلموا له اهو يعني هم كانوا مؤمنين ومغرد بس اصرفوا على انفسهم ارتكب زنوب ومعاصي ربنا بقول لهم لا تقنتوا ربنا عمر ما هيقول للكفار كلا لا تقنتوا من رحمة الله ده بيقول لكفار اصل لا يؤمنوا بالله ومعبد الله في حاجات تانية ربنا في حاجات القهرية اللي احنا مش شاركين كلها فيها نواة يخلقهم نواة يموتهم النواة حاسبهم كل الكلام ده حاجات قهرية ما نقدرش احنا نرفضها او نعترض عليها او نناقشها انما في العبادي التانيين في الاية دي اللي هم المؤمنين بالله انهم هم مؤمنين بكل الخمس حاجات اللي اتفقنا عليهم الذين اصرفوا على انفسهم لا تقنتوا من رحمة الله ان الله يخفر الزنوبا جميعا وبتكمل بعد كده وانيبوا الى ربكم واسلموا له واسلموا ما وصلوش لدرجة الاسلام لانهم اصرفوا على انفسهم وهو تكبوا زنوب كتيرة عشان كده ربنا بيديهم امل وبيقول لهم بس بيحذرهم في نفس الوقت وبيقول لهم من قبل ان يأتيكم العذاب طبعا تحذير جمد في نفس الوقت يعني الواحد لازم يلحق يسلم لله من قبل طبعا يعني اسمع كل كلام ربنا من قبل ما يموت وهو راحت الريدي مؤمن دي صراحة يستمر طول حياتك موضوع ان انت تسلم لله ده ايه بتقول ايه كل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءاني البينات من ربي وامرت ان اسلم لرب العالمين تلاحظ هنا ان انت تسلم هو ده الامر الامر مش ان انت تؤمن الامر ان انت تسلم وطالما انت اسلمت لله لان انت اكيد هتسلم لله الذي تؤمن به مش هتسلم انت الواحد لا تؤمن به ربنا مش هديك اختيار في حاجة غصبا عنك ربنا مش هديك انك تسلم ان هو خلعك مش هديك ان انت تسلم ان هو حيموتك مش هديك ان انت تسلم ان هو حيحسبك او مش هديك ان انت تسلم ان هو يدخلك الجنة ويدخلك النار دي حاجات كلها تحصل قهرية غصبا عنك ربنا مش هيديك هنا كأمر يقولك ان انت تسلم في الحاجات دي دي حاجات تانية ربنا هنا بيديك الامر ان انت تسلم في الحاجات اللي هي انت هتعملها طوعية فيها يعني طوعية وانت مؤمن ان انت هتسلم بقى لكل حاجة بيقولك ما تعملش كذا وكذا 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 انت على طول مش هتعمل الكلام ده ويقولك اعمل كذا وكذا 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 انت على طول هتعمل الكلام ده بدون اي نقاش ولو ربنا اختبرك وبتلاك وعايز يشوفك بتصبر والكلام ده كله وبتتوكل وكل الكلام ده طبعا كل ده شغال طول حياتك عشان كده الاسلام ده صعب مش سهل لان انت ممكن تنجح في حاجات وتفشل في حاجات وفي يوم وتنجح في حاجات وتفشل في حاجات تبقى طالع عامل زي رولر كوست عامل طالع ونازل طالع ونازل طبعا المفروض الواحد يزبط اموره ان تبقى دايما في الطالع في الطالع في الطالع في الطالع ايمانك عامل يزيد 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 لو وصلت لدرجة الاسلام ودي درجة جامدة جدا انت من الوقت ده كل حاجة ليك ربنا عليها لك تعملها او ما تعملاش هتلاقيها سهلة جدا وبوصلت درجة انها بقت لها بعيات مازال ممكن هتبقى حاجات بسيطة صعبة لكن معظم الحاجات اللي احنا بنرتكبها كل يوم دلوقتي بكل سهولة او بتشوف كل الناس بيرتكبوها بكل سهولة دي هتبقى لو لو وصلوا بدرجة الاسلام هتبقى سهل جدا ان هم ما ما يعملوش الموضوع ده طبعا الاية اللي بعد كده بتقول ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض اقتيا طوعا او كرهن قالتها اتانا طوعين هنا ربنا مقالش بقى ايه للناس ربنا مقالش للناس اقتيا طوعا او كرهن لو ما هو طوعا معناها لو ما جوتوش طوعا حتيجوا كرهن دي معناها على طول فطبعا السماء والارض عرفوا على طول انا توقف الاية دي قبل كده وقلتلكو ان على طول اختاروا ان هم يأتي طوعا يعني اسلم طوعية البني ادمين لا لان البني ادمين ربنا قال عليهم يا قال وكثيرا من الناس بس هم اللي بيسجدوا لله يعني بس طوعية عشان كده قال وكثيرا حق عليهم العزب يعني حتى هم بيسجدوا بيعملوها غلط انما السماء والارض دول ما كانش عندهم اي اختيار هم حتيجوا طوعية يا الا لو ما مش حتيجوا طوعية حتيجوا كرهية فهم طبعا اختاروا ان هم يجوا طوعية هادي اية تانية برضو بتزم في الاعراب بس ترتيبها جيه اه ورا شوية وتلاحظ انها بيحاول ينقوا اي حج عشان ما يروحوش يحربوا مع المسلمين بيقولك سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلونا فاستغفر لنا وربنا حتى بيفضوهم بيقول يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم طبعا واضح جدا ان هم ناس وحشين في كل الايات دي ودي اية تانية ربنا بيقول سيدنا محمد يقولهم كل المخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم قلوب بأس شديد تقاتلونهم او يسلمون فان تطيعوا يؤتكم تطيعوا يعني في الجهاد يعني اطلعت حرب يؤتكم والله اجرا حسنا وانت تولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا قليما بيحاول يقنعهم دوريك بصفات الاعراب الفضيع وعلى اساس الخمس ايات اللي شفناهم عن الاعراب كلها بتزم في الاعراب العابدة الاحاديث بيستخدموا الاية دي وللأسف بعض اللي هم بيسموا انفصم كرآنيين او اللي الناس بتسميهم كرآنيين او اللي هم ضد الاحاديث يقول لك ادي الاية دي بتثبت ان الايمان اعلى من الاسلام اهو قالت الاعراب وامنة كل لم تؤمنوا ولكن كلوا اسلامنا طبعا الاية ايه الاية دي انا منطقيا بتثبت العكس وحسبت لك اهو الاعراب دول عشان صفتهم وحشة معظمهم زي ما وردتكم كان ايه الرسول لما جي قال لهم بقى تعالوا جهدوا وحربوا في الحرب ده هو الاسلام يعني يبدأوا يعملوا الحاجة دي فرح اقول له ايه يا عم ايه ما احنا اماننا خلاص ده طريقتهم طبعا اوفيسلي وكلام به ونفاك واقدر الا يعلموا حدود الله لو نفتكر كل الايات اللي بتزمي فيه ما هو ده ما وقفهم فهم لو كانوا فعلا اسلاموا زي ما فاهمين الناس بالمنطق بتاعهم اللي هو المنطق الخطأ ان الايمان اعلى من الاسلام فكان قال لهم ايه كل لم تؤمنوا ولكن اسلامتهم ما يقول لهمش ولكن كلوا اسلامنا ما هو لو كلوا اسلامنا ما خلاص بقى لا تموتنا الا وانتم مسلمين مش عايزين منكم حاجة بقى بعد كده خلاص انما انتم يعني فهمين ما تلامة ده الهدف والمراد هما بالنسبة لهم بقى اقل حاجة خلاص دايما بيقول الضلون والمدلين يبقى ايه فايداتها بقى الاية دي في القرآن اصلا ان هما يقولوا اماننا وبعد كده كلهم تؤمنوا ولكن كلوا اسلامنا ما كفى لو هما بيقولوا ان هما اسلاموا فعلا هما لا امنوا ولا اسلاموا هما الاتنين على فاكرة وحسبت لكم الوقت المفروض ولكن اسلامتهم لو هما اسلاموا بقى هما مش محتاجين بقى يوصلوا لدرجة الايمان بقى طالما الاسلام هو ده اقل حاجة وتدخلك الجنة بالنسبة لشهرورو اتباعه يبقى ايه فايداتها لكن طبعا هو بيقولوا لما يدخل الايمان فيه كل واقع انتوا لسه ما امنتوش حتى وانتوا تيوعا تيوع الله ورسوله ودي الاسلام ولما تامنه ولما تسلمه بعد كده او تسلمه لله بعد كده بان انتوا تيوع الله ورسوله لا يالتكم من اعمالكم شايا ان الله غفور ورحيم يعني الاية دي برضو بتثبت ان الاسلام اعلى من الايمان 100% الاية دي برضو بتؤكد نفس الكلام ان ممكن من الناس اللي بيؤمنوا يكفروا بس بتقول ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على كلهم فهم لا يفقهون ده لو كانوا وصلوا لاعلى درجة اللي هي الايمان زي ما شحرروا اتباعوا بيقولوا يبقى ازاي يكفروا بعد كده لكن ما ينفعش تتقالي الاية ذلك بانهم اسلموا وصم ما كفروا لان لو انت وصلت لدرجة الاسلام عمرك ما هتكفر بالله واخر اية احب او رهالكم في الجزء ده من الفيلم الاية بتقولها الجن بيقولوا وانا منا المسلمون ومنا القاصتون فمن اسلم فالأولئك تحروا رشدة لو كانت الايمان اعلى حاجة كانوا يقول بقى وانا منا المؤمنون ومنا القاصتون فمن امن فالأولئك تحروا رشدة لكن الاية بتقول فمن اسلم هما دول اللي تحروا رشدة هو ده كمة الرشد ان انت وصلت لها ان انت تسلم لله هو ده الهدف الاعلى هو ده اصعب حاجة الاسلام اعلى درجات الايمان وكل الايات اللي انا ورتها لكم ده بتؤكد نفس الكلام ده طبعا لما نيجي دلوقتي بقى نبص على كلام الشحرور في كتابه الاسلام والايمان اللي انا حنقش دلاتي اول تسعة وخمسين صفحة فيه معرفش بزود انزومة القيم وانا سميته انزومة الترطور هتلاقوا كلام غريب المنظر وكلام منطق غريب الفهم وتناقضات واختلافات وتوهان ما بين ايمان لاسلام لكرآن لكتاب لاولاد لآباء لأمهات وتوهان كمة التوهان ما شفتش في حياتي بعد كده الراجل فعلا 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 بقول عبي وانا قلبي حزين لاسع وحسبت لكم الكلام ده بس من اول تسعة وخمسين صفحة في كتابه ده هيبقى الجزء اللي بعد كده من الفيلم اشوفكم قريبا بعد ما رايح شوية ان شاء الله سلام عليكم